أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لم لا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤديه من يشاء والله ظل فضل العظيم مثل الذين حملوا الطورة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الضالبين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم ولا يتمنونه بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم القيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ الْإِسْقَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وضروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قوضيت اسقلات فانتشروا في الأرض وابتغوا من فطل الله وابكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوة فاضوا إليها وتركوك قائما قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَاسِقٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ مِارِ